وقد يقول قائل قبل أن نذكر الصلاة ما هو سبب الجد؟ لا نريد أن نتكلم عن الأسباب الدنيوية والأسباب المذكورة عند الأرصاد الجوية نحن نتكلم في مسألة شرعية وهي كما قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إذن من أسباب نزول المطر ومن أسباب البركة هو تقوى الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فالناس تبحث عن الكثرة وتنسى البركة والبركة لا تكون إلا بتقوى الله نصأل الله أن يرزقنا وإياكم التقوى ومنه أيضا قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق تريدون ماء غدق كثيرا استقيموا على الطريقة اهدنا الصراط المستقيم طريقة هي الثبات على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين فإذا أحبائي في الله هذا هو سبب الجد المعاصي وهذا هو سبب عدم البركة المعاصي نريد المطار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبني إذن الحل واضح استغفار ورجوع إلى الله الاستقامة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيثه لا يحتسب